محمد صلى الله عليه وسلم سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجمين مشاهدنا الكرام ما زلنا معكم في رحابة ذكرى العطرة ذكرى ميلاد نبينا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الفقرة نحن على موعد مع الشعر فالشعر كان على رأس الفنون التي احتفت بميلاده صلى الله عليه وسلم واحتفت أيضا برسالته الكريمة وسعدنا أن يكون ضيفنا بالستوديو أمير الشعر الشاعر دكتور علاء جانب أهلا بيك دكتور علاء أهلا وسهلا محمد صلى الله عليه وسلم كل عام حضرتك بكل خير وحضرتك وسعداء طبعا نحن نتقيق بين الحين والآخر وسعداء أكثر أنت موجود معنا في هذه المناسبة الكريمة الله سعدك وكل سنو حضرك طيب وكل السادة المشاهدين بخير أهلا بيك فن بداية قبل أن نصل للشعر وأكيد نستمع لحضرتك فيما تعلق بمدح النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ذكرى المولد ما الذي تمثله بالنسبة لحضرتك أي ذكريات عالقة في شخصية علاء جانب من هذه المناسبة التي تتجدد كل عام اللهم صلى وسلم وبركاته سيدنا وحمد وطبعا أنا يعني بالنسبة لي زي 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 أي مسلم في الدنيا بتتفتح عينه من 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 أوائل الأيام الطفولة على في مصر بالذات يمكن إحنا في الاحتفالات ما فيش حد زينا في الاحتفالات مولدين لبالي صلى الله عليه وسلم يعني عرائس المولد والحلويات اللي بتيجي والمناسبة والاحتفال يعني في بعض البيوت بتعمل مثلا مائدة يوم المولد الندابوي أو البعض بيعمل جلسات ذكر كل ده كان يمكن إحنا في البلد عندنا من ون صغير فيه نطن عرابة أبو دهب في سوهاج قريص منها عرابة أبو دهب في محافظة سوهاج الاحتفال بيوم المولد يمكن من قبل المولد بفترة طويلة وانت تلاقي الناس عمالة تعرض في حلويات وتستعد اليوم المولد وزمان في الفترة اللي أنا كنت فيها طفل كان يمكن التوجه السائد في معظم قرى للصعيد هو التوجه الصوفي يعني فكان فيه بعض المشايخ يعني يجوا يحيوا مثلا يجيبوا الشيخ ياسين التهامي في ليلة أو شيء زي كده أو حتى لو كانش الشيخ ياسين التهامي في حد زيه يعني من الناس كان ملمح في عموم الصعيد ده بالضبط يعني قبل ما نبتلى ومزاد في الفكر المختلف عن المصريين لهم طبيعتهم في التدين يعني هو دائما ومن عظم الدين الإسلامي ومن عظم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام أنه قابل للتطويع مع أي بيئة فهو الاتنين بيستوعبوا بعض المصريين في محبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام خدوا من ثقافات متعددة وخدوا من الثقافات أحسن ما فيها يعني حتى ثقافة الفاطميين لما كانوا هنا في مصر في مسألة الاحتفال المبالغ فيه هم ما عملوش زي الشيعة مثلا في المبالغة عايز أقول المشينة يعني بالاحتفالات وكذا لكن خدوا يعني أجمل ما فيها وهي تخليد الزكريات والاحتفال المبهج وتحويل المولد النبوي إلى عيد من ضمن الأعياد الإسلامية طيب على ذكر حضرتك للصعيد ومصر العلم من أهم المميزات اللي فيها فكرة التنوع الثقافي الممود فيها هل الاحتفال كان بيختلف من صعيد مصر للدلتا أو الواجه البحري ما فيش مرحب جار أنه دول بس لابسين جلالهيب ودول لابسين بانطلونات بس هذا كل الفرق يعني لأن المسلمين في محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم هي الدافع واحد القلب المحب للنبي ودي ما فيهاش فصال يعني عند كل المسلمين ربما يعني لن تستطيع أن تقيس المحبة القلبية يعني ما لهاش فسألة لا يعلمه إلا الله الأعمال دي كل واحد ونيته يعني فيه واحد ممكن أعماله تكون ليلة لكن أفضل من واحد أعماله كثيرة لكن فكرة الحب للنبي عليه الصلاة والسلام والاعتزاز والفخر بشخصية النبي عليه الصلاة والسلام والفرح بذكرى المولد لا هذه لا يختلف فيها صعيد عن بحري يمكن بس الفوارق المادية ما بين القرى الفقيرة وما بين المدن الكبرى بتخلي شكل الاحتفال في المدن الكبرى يعني متسخ مع الإمكانيات الموجودة عند الأشخاص إذا كان مثلا بيعمل حفلة كبيرة بيجيب أضواء بيجيب مش عارف إيه غير لما يكون مثلا واحد أو بيئة فقيرة على كدها فبتحتفل برضو على حسب إمكانياتها لكن الفرحة واحدة الفرحة واحدة والتعبير عن الفرحة كل واحد بيعبر عن الفرحة ونختلف مذاقها بالضبط زي الإفطار في رمضان وفي واحد بيعمل مائدة مثلا بيكلفها كذا وفي واحد بيعمل مائدة لكن فرحة الإفطار نفسها بعد الصيام واحدة كذلك الفرحة بمولد النبي عليه الصلاة والسلام بتحتفل بمولد يعني أعظم حدث حصل على الأرض منذ أن خلق الله آدم لغاية متجوم الساعة وهو مولد النبي عليه الصلاة والسلام هذا حدث جلل يعني حدث غير عادي حتى بالنسبة للأحداث العظيمة ده يعتبر أعظمهم طيب أنا في كده لفتة ممكن أدعو حضرك برضو لتأمل فيها وبرضو بإحساسك كشاعر فكرة أنت برضو بتتأثر بشيء معين فتيجة دفقة الشعرية أو المشاعر بواك في مناسبات كثيرة جدا ما أن يذكر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أمام بعض الناس حتى وإن كانت يعني مستوياتهم العلمية والثقافية ليست عالية إلا أن تشعر بهذا الشخص يكاد يبكي أو يستشعر حب النبي صلى الله عليه وسلم بشكل لافت للنظر يعني فجأة كده تجد بعض المشاعر تنتاب بالناس مجرد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو الشوق إليه أو ما شابه للنفس هنا يعني توصيف حضرتك لها بيكون إي حالها يعني أو هذا الحب هذا الحب أو حالة الحب بتكون في حالة حنين يمكن أكتر منها لأن تعرف الحب درجات يعني نعم فهو في درجة من درجات الشوق بيكون في اللي هو بيذكر أمامه النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام يعني مثلا تدمع عيناها لكنه لم يره صلى الله عليه وسلم يعني هذا الشخص لم يشهر برؤية النبي الكريم يعني كلنا ما شفناش النبي صلى الله عليه وسلم إلا اللي شافه يعني ب الناس على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الأخلاقي وعلى كذا كل المستويات الناس بتنحدر تنحدر تنحدر إلى إن جاء النبي صلى الله عليه وسلم فمنت النبي صلى الله عليه وسلم ويده البيضاء في عنق حتى كفار الأرض للموجودين الآن حتى الناس اللي هم مش مسلمين للنبي عليه الصلاة والسلام عليهم منا لأنه بهذا الدين تكونت حلقة حضارية وشاهدوا له بمناسبة العظماء مئة شاهدوا أو لم يشهدوا ده دي حاجة على الهام إذا شاهدوا والله فيعني شكراً للموضوعية وشكراً للعلم إذا لم يشهدوا فهم وذاك لكن هي النبي صلى الله عليه وسلم شهدوا أم لم يشهدوا هو الذي صنع حضارة وصلت حضارة الذين قبله بحضارة الذين جاءوا بعده الإسلام كان حدثاً مهماً في تاريخ الأرض كان حدثاً مهماً في تاريخ البشر فالذي لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام رأى منة النبي صلى الله عليه وسلم عليه ورأى حنان النبي عليه الصلاة والسلام عليه وهو يعرف ويتأكد تماماً أنه لا نجات له يوم القيامة ولا صلاحة لحاله في الدنيا ولا في الآخرة إلا باتباع هذا النبي وباتباع تعاليمه فهو طيب أنت لما تفتكر لما واحد يكون والد متوفي ويفتكر أبوه بيقعد يبكي واحد أمه متوفاه ويفتكر أبوه بيقعد يبكي صحيح دول مثلاً نفعهم جزئي صحيح أو يعني فارقة بالنسبة للشعراء يعني كثير من الشعراء مسألة نولد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تغنوا فيها بشكل رائع ورائق وحتى بالرسالة برسالته صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام هنا برضو أسمع رائع حضرتك أبني أسمع شعراً الشعر فيه نوعين كده منه فيه شعر بيسموه شعر المناسبة اللي هو لما بتيجي مناسبة يعني إيه واحد بيكتب قصيدة مثلاً لسل أحمد التعين نهاردة مثلاً مدير عام فاكتب له قصيدة التهنئة لسل أحمد بيجوز ابنه فاكتب له قصيدة ده شعر شعر بيسموه شعر مناسباتي نوع من أنواع الشعر رخيص يعني في رخيص القيمة إذا قيس إلى الشعر اللي هو الشعر الإنساني الذي يحتشد له صاحبه ويكون وراه فعلاً حالة من العاطفة مناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم تتكرر كل عام نعم وهي مناسبة لكن المسلم الحقيقي الذي يستشعر وجود شخصية النبي صلى الله عليه وسلم في روحه صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يتعامل معها كمناسبة عادية ولا حتى زي مثلاً يعني أعياد الميلاد بتاعتنا لأنه ده حدث كوني أنت بتفكر نفسك به كل سنة عشان خاطر تزبط مسار حياتك على بصلة هذا النبي الكذب فهو مناسبة ولكنه ليس كالمناسبات فالشاعر لما بيقول في حضرة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام شيئاً من الشعر أولاً هو عارف أنه هنا الكذب ما يعني مش هينفعه لأن أنت يعني مدحت أو لم تمدح وعلى تعدد واصفيه بوصفه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف على رأي سيدنا الشيخ ابن الفارض عليه رحمة الله فهو مدحته أو لم تمدحه ومش محتاج لمدحك أنت اللي محتاج لأن تمدحه لأنك تمدح شعرك به عندما تمدحه عليه الصلاة والسلام وكأن الشعر هنا يشرف بذكر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم طبعاً ولا يشرف معاده صلى الله عليه وسلم لا يشرفه طبعاً هذه الأبيات ولكن الشعر نفسه وشعره هو يشرف بذكره صلى الله عليه وسلم هي أشياء تعرف أنت لما تكون أنت محب للحد تتقدم له بما عندك لا خيل عندك تهديها ولا ماله نعم فليسعد النطق إن لم تسعد الحاله أنا ما عنديش هدية مثلاً أروح أقدمها لحضرته عليه الصلاة والسلام فيعني بدي من اللي ربنا أفاض بها علي وهو موهبتي يعني بعمل منها هدية لسيئة لأن الوقت محدود معنا كعدات وجود حضرتك تحتاج مساحة أكبر للحديث لكن المناسبة طبعاً مناسبة مهمة وهي حافلة بالفقرات الكثيرة معنا في هذا اليوم مميز يعني في كتابة دكتور علاء أو شعر دكتور علاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وذكرى مولده خد من حراج مساحات كثيرة أم قصائد معدودة هو المشكلة في الكتابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الكتابة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه دائماً الشاعر يقع فيها في إشكالية وهي إحساسك مهما كتبت ومهما ارتقيت في كتابتك بأن كل ما تكتبه قليل أمام هذه الشخصية العظيمة أمام سيد الرسول الله عليه وسلم فهو دائماً أنت بتقتصد بتقول يعني إيه يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق أنا عندي حوالي ممكن أربع أو خمس مطولات يعني في مدح النبي صلى الله عليه وسلم في مولده فقط صلى الله عليه وسلم ألا هي أنا أصلاً ما بعرفش أربط نفسي أنتم النبي صلى الله عليه وسلم مش هتحصر نفسك في مولده في مولده مع فكرمك كده في بعض الأبيات يعني انتقي بعض الأبيات خيراً إن شاء الله اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد برح الخفاء فما يفيد خفاء واستوثقت من مهجتي أسماء وتقاسمت قلبي بدائع حسنها فلها علي تحكم وقضاء إن رحت أذكرها تهيم مشاعري وتبيت سكرى مني الأعضاء ينداح فجر الحب بين مشاعري فإذا المشاعر واحة خضراء فإذا بذاتي تمحي في ذاتها وإذا وجودي دهشة وفناء صلى على الذات الكريمة ربها فتماهت الأفعال والأسماء تتوارد الأنوار من أنواره ويذوب فيه من الضياء ضياء وتوالد الأسرار من أسراره ويسيح فيه من الفضاء فضاء معنى الجمال مصور في وجهه فلحسنه عند الظهور خفاء الله فاليوم يا صحراء قلبي هللي ولد الهدى فالكائنات ضياءه الله 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 أحسنت أحسنت أدكتور علاء على ذكر الشطر الأخير ولد الهدى فالكائنات ضياءه من أفضل من وجهة نظر حضرتك أفضل من أيضا كتب شعرا فيه صلى الله عليه وسلم أو أي الأبيات ممكن تثير إعجاب دكتور علاء والله طبعا برضو التفضيل في المسألة دي يعني قد يكون صعب لكن أنا دائما أميل إلى شعر الأمير الأول يعني أحمد شوقي مدائحه أحمد شوقي صاحب زوق مختلف في صياغة البيت يعني ريم على القاع بين الباني والعالمي القصيدة من الأول صور بليغة بشكل غير متوقع قيل في توصيف أحمد شوقي أنه موسيقي ضل طريقه إلى الشعر وهو لما بيعمل البيت بيجيب ألفاز رشيقة ويركب البيت تركيب سهل على اللسان وفهمه ضيع ما بيعجدش الأمور يعني في الشعر طب لو اخترت من شعر الأمير الكبير يعني حاجة اللي تعجبك جدا تذكرها دائما في ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم أو هي حضرة معك باستمرار لأن مولد النبي صلى الله عليه وسلم دائما يذكرنا بأن يعني نحاول الإحسان في حياتنا أتذكر دائما في البائية سلو قلبي غداة سلاة وتابة لعل على الجمال له عتابة أتذكر قول شوقي وعلمنا بناء المجد حتى أخذنا إمرة الأرض اغتصابا وما نيل المطالب بالتمني ولكن تأخذ الدنيا غلابا وأتذكر أيضا البيت الرائع الذي كنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأب الزهراء يعني دائما نحن نقول أبو القاسم أو الزهراء كانت يعني كني جميلة أطلقها شوقي لما قال أب الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا مدحت المالكين فزدت قدرا وحين مدحتك اقتدت السحابة الله 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 طيب أعيدك مرة تانية للذكرى العطرة واحتفائنا بها الأجيال الجديدة العلنة ربما في فقرة أيضا في هذه الاحتفالية ناقشنا مسألة الأجيال الجديدة وكيفية تنمية حب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأجيال إلي مدى ترى يعني هذه الأجيال أيضا قادرة على تذوق مثل هذه الأنواع من الفنون والأداب التي تنتدح النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أو هي تزداد شرفا بذكره صلى الله عليه وسلم الله أنت أستاذ أحمد بتدخلنا في موضوعات كبيرة جدا ما ينفعش فيها وفقود حضرتك لازم نسمع رأيك لكن الطرق يعني إيه ممكن نشير إشارة الأجيال الجديدة دي من أكتر الناس اللي اتظلمت في علاقتها يعني نحن بنتهمهم أحيانا بأنهم مسطحين السقافة وأنهم كذا لكن في الواقع هم مظلومين لأن المغريات والطبول التي تدق على أدمغتهم طبول كثيرة وكيفية الخلاص منها صعبة محتاجة إلى بيت من فولاز يعني ومحتاجة إلى أب متابع وإلى أم متابعة لكي يتعلم هؤلاء الأولاد أو يتربى هؤلاء الأولاد منذ البداية على تذوق لغتهم أولا وقبل تذوق اللغة على حفظ وتلاوة القرآن الكريم لأنه أول طريق يعني بيعلم العيل الصغير أنه يرتبط باللغة العربية ويرتبط بالنص القرآني أنت أزهري بالمناسبة يا دكتور الأزهري وغير الأزهري أنا بس معلومة بس أنا بحاول أحطها في سياق عشان برضو الناس هدن عليها نوطة محركة حرك أزهري طبعا فهي طبعا مسألة العلاقة بالقرآن الكريم بل ليس لا علاقة بالأزهري أو غير الأزهري لا أنا طب حضرتك كمّل الصورة التي تتمنى فيها الفكرة في أنه يعني بس الأطفال الصغار دول محتاجين اللي ياخد باله منهم وياخد بإيده من ناحية الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم الأولاد الآن يعرفون عن محمد صلاح ما احترمنا لي لاعب يعني جميل ونحترمه ونقدر القيمة الرياضية اللي بيعملها وغيره لكن يعرفوا عنه أكثر ما يعرفوا عن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام فإنت زي ما تعرفش أولادك جوانب من شخصية النبي عليه الصلاة والسلام بذكر ولو أحاديث يسيرة كده قدامهم يعني حتى يعني حتى كل أسبوع حديث مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم عرفهم ما يعني إذا كانوا يرون لك فضلا وأنت الأب عرفهم فضل النبي صلى الله عليه وسلم على كل الأم أعجبني توصيف حضرتك بيت من فلاذ والمقصود هنا طبعا يقينا مش الفكرة القسوة والغلدة هذا ما يكون هو فلاذ في أسوسه والقواعد التي يبني فلاذ في التصدي للسهام المقبلة عليه لكنه بيت من حنان في الداخل أنا سألت حضرتك أزهري الهوى والتعليم والتعليم من الأولى ابتداء إلى غاية النهوة لأنه السؤال بأنني كنت عزيزة تهوره مع حضرتك هل ده يعني ساعة حضرتك أوي في سياغة اللفظ والجملة والصور البلغية خاصة لما تتعرض للوضوع أنا أحكا لي قصيدة في الأزهر بقول فيها زمن يمر وخطوة تتعثر ومعالم تخفى وأخرى تظهر حرب مع الأيام تسقط خيلنا فيها وتبقى شامخا يا أزهر العطف في أنا والشموخ خطيئة إن الشموخ على جبيني يقطر أنت الضمير الحر ما أرضعتنا إلا الشموس فعيننا لا تكسر من سره فخر بغيرك إنني حتى بجدران المباني أفخر اللي بيديك فانها يعني ترد على أي حد ربما أنت عارف طبعا لأزهر في فترة الأخيرة أتعرض لمحاولات للنيل منه هي كانت القصيدة كلها في هذا الغرض في هذا التوقيت في هذا التوقيت هي أسماء المرجفونة في المدينة بالمناسبة كانت على الإعلام الموجه الذي يعني يتناول ونعم الرد يعني ونعم الرد اللي حضرتك عملته بس برضو حراك ما جاوبتنيش طبيعي السؤال أنا أتكلم عن فكرة أزهرية حضرتك سعدت حضرتك كتير جدا في اختيار اللفظة المناسبة والصور البلاغية لأنه حضرتك أشرت إلى فكرة تحفيظ للولد القرآن الكريم نعم نحن بنتكلم على الأجيال الحالية وكان المدخل فكرة تذوق الشعر فحضرتك مشكورا ردتنا الفكرة حفظ القرآن الكريم وتلاوته وقراءته ربما هي سبيل الأمثل لتنشئة جيل قادر على تذوق مثل هذه الأنواع من الفنون والأداب تعرف حفظ القرآن هو الحل الأمثل في إنشاء جيل قادر حتى على الكلام على الكلام البين الكلام الواضح أنت أحيانا تجلس مع بعض الناس ويظل يحكي نصف ساعة ما تفهمش وعيزوا ليه لكن القرآن خلق الإنسان علمه البيان القرآن بيعلمنا البيان كيف تكون مبينا عما تريد أن تقول حتى تجد شخص ده ممكن أستخدم بعض المفردات من القرآن الكريمة أو بعض القرآن الكريم إذا خالط القرآن نفسا صعب عليها أن تسيطر على تأثيره فيها أنا في الشعر دائما تأتي القصص القرآنية تأتي الألفاظ القرآنية بدون قصد لأنه ده شيء يعني خلاص مازجني ومازجته يعني المسألة أنا مثلا من سن ست سنوات وأنا بشكل يومي أتعامل مع القرآن الكريم قراءة أو حفظا أو تسميعا أو صلاة أو وهكذا فطبعا ده شيء أصبح من مكوناتك الشخصية لكن ما ده تجدش صعوبة مثلا في إيجاد مفردة أو لفظة معينة أحيانا في الشعر يعني؟ يكون في أنه بيكون عندي أكتر من لفظة في اختيار واحدة منه ده النقيد يعني أنت عندك الوفرة مع هؤلتنين النتيجة واحدة منها الوفرة أن أنت تجد المفردة التي تعبر عما تريد أن تقوله تعبيرا صادقا وتعبيرا دقيقا وده اللي بيميز شاعر عن شاعر أن أنت تقول الكلمة التي تصور ما تحسه تماما بالزبط يعني صحابة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان لهم برضو مساحة من شعر حضرتك يعني تأملك في حالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ربما في أثناء الكتابة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكرت بعض لكن ما كتبتش قصيدة في حد من الصحابة لا وإن يعني الرغبة رودتني أكثر من مرة يعني أحببت أن أكتب في سيدنا أبو بكر وأحببت أن أكتب لسيدنا عمر تحديدا كتبت لسيدنا علي أشياء بالعامية يعني لا أتذكرها الآن أحببت جدا أن أكتب للسيدة آمنة بنت وهم أم النبي صلى الله عليه وسلم و السيدة خديجة لأن السيدة آمنة و السيدة خديجة يمكن أنا دورهم أكبر عندي من دور السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها و قليل من يلتفت إلى شخص أم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا السيدة آمنة بنت وهم ربما شخصت سيدة خديجة حاضرة من أعظم النساء طبعا لأنه طبعا السيدة آمنة في بعض التفاصيل في سيرته العطلة لكن هذه الأصيلة العربية البنت البيوت الراقية يعني حتى في قصة وفاتها قصة وفاء هي راحت تزور زوجها زوجها وتوفيت و هي رايحة تزور شوف الله و هي شابة لسه و زوجها متوفي عنده خمسة وعشرين سنة يعني أبو سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني كان في عز شباب و في شرق الشباب و توفى فمعنى ذلك أن هي كمان شاب أصغر منه نعم فأن هي خلاص نوت أن هي وفية لذكرى زوجها و هتربي ابنها و قاعدت عليه و ما تجوزيتش فعلا بعد ما زوجها توفي و رايحة كمان تزور و النبي صلى الله عليه و كان سنه خمس سنوات في الفترة دي و تتوفى و هي في زيارة زوجها ده يدلك على أنه طب لعل المناسبة برضو مناسبة خير كده يعني ناخذ ععد على حضرتك أو نية يعني يتعقدها الآن إن شاء الله إن شاء الله يعني السيدة خديجة لها في بمة قصيدة و السيدة آمنة بن توهب لأنه أنا يعني هذه السيدة كلما تذكرتها بكيت من مرأته هي مسكينة في حياتها تعذبت يعني زوجها مات و هو لسه يعتبر عريس نعم و هي توفيت و لسه لم تفرح بوليدها الصغير يعني مسافة ما جابوه من عند حليمة السعدية في الإرضاعة ما لحقتش تفرح به طبعا لأن حليمة أرجعته رضي الله عنها بعد حادث شق الصدر و كذا أعادته إلى أمه مرة أخرى فهي يعني ما لحقتش تفرح بابنها و راحت عشان خاطر تزور أبوه فات وفيت هنا في لحظات رائعة ممكن حركة تتأمل و تغوص فيها و إن شاء الله تخرج لنا بعض الأمبيات هذا الجانب الإنساني اللي كان موجود في الجماعة دول بني هاشم الجوانب الإنسانية التي مروا بها هي مناجم للشعر نعم لكن بس عايزة وقت الواحد يقع ديك أنا يعني سعدتك العادة بوجود حضرتك معنا كل سنة و حضرتك بكل خير و إن شاء الله ألقاك دايما على كل خير الشعر الدكتور علاء جانب أشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا لكم و شهدنا الكرام نبقى معكم في هذه الأجواء الاحتفالية بذكرى مولد نبينا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ابقوا دائما معنا اشتركوا في القناة